السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حياكم الله أينما كنتم إخواني وأخواتي الكرام اليوم إن شاء الله نتكلم على طريقة استعمال نبات شوك الجمل أو عجبة الحليب أو شوك الحليب وهذه النبتة طبعا كما تكلمنا عنها سابقا في القناة هي نبتة مفيدة جدا ولها العديد والعديد من الفوائد وتسمى أيضا بعجبة الكبد عفانا الله وإياكم لأنها لها دور كبير في القضاء على الدهون التي تتكون على الكبد وتليف الكبد ودورها الكبير في أعملية الشفاء بإذن الله تعالى خاصة من أمراض الكبد فبداية نحن قناة زراعية نتحدث عن طرق الزراعة وطريقة العناية بالنبتات ولكن هذه الحلقة مخصصة نظرا للرد على كثرة الأسئلة طريقة استعمال هذه النبتة طبعا نتكلمنا على هذه النبتة في القناة ولكن كثرة السؤال كيف استعمالها وكما عودناكم بما أننا في القناة يعني نعطيكم كل ما نعلمه أو كل ما نعرفه عن أي نبتة سواء كانت لها فوائد أو أضرار فمن الأمانة العلمية فكذلك عودناكم بإذن الله تعالى فاليوم نتكلم على طريقة استخدام هذه النبتة وطريقة استعمالها هي طبعا نبتة مفيدة جدا عجبة برية طبعا موسمية تنمو في الأراضي كما رأيناها في الفيديو وعلى جوانب الطرقات فهي عجبة برية تنمو لحالها وطريقة اكثرة طريقة تتكلمنا عنها طبعا لكن اليوم هنتكلم عن طريقة استعمالها طريقة استخدام هذه النبتة طبعا بتستخدمها من استخدام بزورها كما ترون هاي البزور التي بتكون موجودة داخل النبتة موجودة كما نلاحظ في رأس النبتة في الأقراص التي نراها ونستخلصها بهاي الطريقة هاي البزور نقدر نغليها ونستخدمها طبعا للقضاء على بعض الأمراض عفانا الله وإياكم ولكن قبل استعمالها يعني يفضل اسأل أهل التخصص لأننا ليس أهل تخصص في العلاج بالعشاب ولكن أكرر نحن قناة زراعية ولكن هذا من باب الأمانة العلمية بأنها نبتة مفيدة وطريقة استخدامها تستخدم بغلي البزور التي نراها أمامنا وتشرب كمشروب كالشاي مثلا أو أي أعشاب أخرى وطريقة أخرى طريقة استخدامها إما كمان أن تكون خضرة لينة طبعا ويالسة صغيرة تستخدم أوراقها تستخدم أوراقها تستخدم أوراقها كالخضار مثلا أو الطريقة الثالثة وهي إزالة الأشواك والبزور من حول الرأس الموجودة أعلى النبتة وتكون بهاي الطريقة هي القطعة الصغيرة التي نراها أمامنا هي التي تأكل وبها فوائد عديدة طبعا وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية وأتمنى أن أقدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هاي النبتة الرائعة فلا تنسى الصلاة على النبي ولا تنسى الله يكو الشير والاشتراك بالقناة والسلام عليكم